عشان كده التواضع يوصلك تتكلم تتكلم الكبرياء تمنع الكلام لكن التواضع خليك تتكلم وأسليب الكلام كتير على فكرة ممكن تتكلم بعيونك ولسانك ما يتكلمش وممكن تتكلم بلسانك وعيونك ما تتكلمش وممكن تتكلم بقلبك ومحدش يسمعك وكل اللغات دي حبيبك يسمحها ويعرفها بس المهم أحس واجب انكسار والتضاع والقلب المنكسر والروح المنصحق لا يحتقره الرب أبدا فاجيله بروح الاتضاع والانكسار وعندي كلام خذوا معكم كلاما وتعالوا إلى الرب بيقول كده خد كلام تعال تعال للرب مش صامت تعالوا مش عارفة تكلم لكن عناية بتقول حكينا عنها مبارح بكت ما تكلمتش بكت ما تكلمتش لكن قال لها مغفورة لك خطياكي اللي كانوا معنا مبارح وواحد تكلم لكن ما بكاش قرأ على صدره وصلى قائلا مين يقول معي إلا هم ارحمني مش عايزين تقول مبارح قلته بالنهاردة مش عايزين تقول وماشي إن شاء الله شبعت إنه بيريح شبعت عنه بفرح بحل العقد بشيل المشاكل بيغفر الخطايا بيطهر من الزنوب بيضمن المستقبل الأبدي هنا هنا وهنا هناك اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه يا مين يوصلني ليه يا مين يخليني أشوفه بعنية أنا مش عايز حاجة أكتر من إن عنية تقع عليه وتشوفه ترجمة نانسي قنقر